موسيقى بعد حسم المعركة عسكرياً القوات العراقية تقترب من تحرير تلعفر بالكامل تعذيب وإعدام خارج نطاق القانون رصد انتهاكات لقوات سوريا ديمقراطية في مدينة الرقع والإعصار هارفي يخلف قتيلاً ودماراً وفيضانات ويهدد بسيول كارثية في ولاية تاكساس أهلاً بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم نبدأ من الشأن العراقي إذ وجهت قيادة العمليات المشتركة العراقية نداءات صوب المناطق غير المحررة في قضاء تلعفر تحث فيها المدنيين على توجه إلى المناطق الآمنة وتدعو أفراد داعش للاستسلام وحررت قيادة عمليات قادمون ياتلعفر 27 حياً من أصل 29 في هذه المدينة مؤكدة أن المساحة المتبقية تحت احتلال التنظيم تقلصت إلى 500 كم مربع بدوره قال مراسل أخبار الآن وسام يوسف إن المرحلة القادمة بعد معركة تحرير تلعفر هي تطير القضاء من الألغام والعبوات النازفة والسيارات المفخخة التي تركها أفراد داعش وذلك استعداداً لعودة النازحين إلى المدينة نعم هذه تكون المرحلة القادمة ما بعد إعلان الرسمي لتحرير مركز قضاء تلعفر سوف تبدأ الخطوة التي تليها وهي تطهير القضاء من العبوات النازفة والشوارع وتنظيف المنازل والدوائر الحكومية والكثير من ما خلفه داعش من عبوات نازفة وسيارات مفخخة وعبوات أرضية أيضاً التي يزرعها أسفل الشوارع هذه المرحلة تبدأ ما بعد إعلان تحرير مدينة تلعفر لكي يتم الاستعداد لاستقبال النازحين أو عودة النازحين إلى مناطقهم القوات العراقية نعم هناك القوات العراقية هناك جميع القوات العراقية تمتلك وعدات آلية ووعدات لغرض تفكيك العبوات النازفة وتنظيف الشوارع المهم أن القوات العراقية تمكنت من تنظيف الشارع الرابط ما بين مدينة الموصل إلى تلعفر وصولاً إلى الحدود السورية هذا الشارع تم تنظيفه لم يتبقى سوى كيلومترات قليلة بالقرب من ناحية العياضية مع تحريرها سوف يتم تطهير هذا الشارع بالكامل إضافة إلى شوارع مركز القضاء إذن بعد أربعين يوماً من تحرير الموصل من تنظيم داعش أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عمليات تحرير تلعفر مزيد من التفاصيل حول هذه المعركة مع الزميلة روناك عادل معركة تحرير تلعفر أو كما أسمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قادموني تلعفر هي هجوم مشترك لقوات الأمن العراقية لتحرير مدينة تلعفر من احتلال داعش بدأت الحرب البرية في العشرين من شهر آب أغسطس الجاري وتهدف العملية إلى إنهاء وجود داعش في محافظة نينوى تعد مدينة تلعفر مركز قضاء تلعفر وهي تقع في وسط جزيرة نينوى احتلها أفراد تنظيم داعش في الخامس والعشرين من شهر يونيو حزيران من عام 2014 في معركة خاضها مع لواء العقرب طالت يوما واحدا فقط أدت إلى نزوح أكثر من سبعين في المائة من سكانها تشارك في المعركة عدة تشكيلات من قوات الأمن العراقية فمن الجيش العراقي تشارك الفرقة التاسعة المدرعة والفرقة خمسة عشر والفرقة ستة عشر ومن الشرطة الاتحادية تشارك فرقة الرد السريع والفرقة ستة والفرقة الآلية ومن جهاز مكافحة الإرهاب تشارك العمليات الخاصة وقيادة العمليات واحد واثنين وإيضا طيران القوى الجوية العراقية وطائرات قوات التحالف الدولي ومن الحجد الشعبي تشارك عدة ألوية في العشرين من الشهر الجاري أعلن رئيس الوزراء حيدر لعبادي بداية الهجوم لتحرير مدينة تلعفر من احتلال داعش وبعد الإعلام باشرت القوات العراقية بفتح السواتر والتقدم نحو المدينة وحررت القوات العراقية قرى علاوة وألبو شكا شرق ناحية المحلبية وأيضا تل السنباك شرق قضاء تلعفر وسيطرت على الجزء الجنوبي لسلسلة تلال زنبر في الحادي والعشرين أيضا من شهر آب أغسطس الجاري حررت القوات العراقية قرى تل رحال والجبارة وحسين إدريس والملة والمجيد جنوب غرب تلعفر وحررت قرى تومي ومجارين وقطع طريق السكك باتجاه ناحية المحلبية في الفاني والعشرين أيضا من الشهر الجاري حررت القوات العراقية قرى أخرى منها طشتية وتل السمن وتقاطع السكك ومصفى نفط السكك وحررت قرى الخان غرب توم ومجارين وقرية الطينية جنوب المحلبية وتمكنت القوات الأمنية العراقية من ابتحام حي الكفاح أول أحياء مدينة تلعفر وحي السراي والنصر في الثانية والعشرين أيضا من شهر آب أغسطس الجاري حررت القوات العراقية حي الكفاح وحي التنك في مدينة تلعفر أما في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أيضا حررت القوات العراقية حي النور الثاني وحي المعلمين في الخامس والعشرين من شهر آب أغسطس الجاري حررت القوات الأمنية ناحية المحلبية بالكامل المؤلفة من 13 حي تمكنت أسر نازحة من الهرب من قبضة داعش كانت تسكن مركز مدينة تلعفر غرب مدينة الموصل بعد أن قطعت كيلومترات عدة واجهت خلالها مخاطر جمع من بينها عبور مناطق كان مقاتلو التنظيم زرعوها بعبوات ناسفة في محيط المدينة لكنهم وصلوا أخيرا سالمين إلى مواقع تمركز القوات العراقية التي نقلتهم إلى مخيم الجدعى جنوب الموصل مفد أخبار الآن حسام الأحباب التقى هذه الأسر وأعدت تقرير التالي مهما كانت ظروف العيش في هذه المخيمات لكنها ملاذ آمن لهؤلاء النازحين من تلعفر غربي الموصل حيث المعارك على أشدها هناك بين القوات العراقية ومقاتلي داعش فبعد أن قطعوا مسافات تقدر بعشرات الكيلومترات للتخلص من قفضة تنظيم تتسابق قيادتاه على استغلال النازحين أو استهدافهم هم الآن بالكاد يتنفسون الصعداء من شردنا من عياضية على القرى الشمالينا قرى المالحة اللي بيسيطر عليه بيش مرقى تقريبا هم عشر كيلومترات بالليل ما نعرف ألغام ما ألغام هي شيء مثل عميان يضروب على المي لم يتوانى مقاتلوا داعش بتصويب جام غضبهم وأسلحتهم على المدنيين على خلفية انهيار خطوط مواجهتهم القوات العراقية المتقدمة للتحرير فهذا النازح المتحرر من حصار التنظيم فقد أمه خلال هروبهم من تل عفر حيث سقطت ضحية رصاصات داعش وإرهابه طلعنا من المزرع وصلنا لتقريبا من المصفى الكاسك وطلعنا جدامنا من المصفى ودربونا بالطلقات والرصاص وجاء طرق على صدره وماتت بالطريق لم تكن مأساة عبدالستار الوحيدة من بين قصص ضحايا داعش في تل عفر إذ خسر مهدي صباح عمه في غياه بأحد سجون التنظيم المنتشرة في المدينة بعد أن توقف قلبه متأثرا بشدة وقساوة الاحتجاز وفراق الأهل والأحبة عمي رجال شبير كان قاعد بتلعفهم للموريدة وزوجتهم موريدة وعندوا أختهم بنيا مجنونة ما كبيرا بالعمار ما قدروا يطلعون عدادة ابنهم كان يدراروا عليهم بالأكل والشرب وورا فترة حتقلوا ودواوا على السجن وورا عشر تاميتي بلغوا أبو قالوا على سيد قلبه وقف بالسجن بالمعتقد هذا أخذناه من المستشفى وحال بيوصلوا ووديناه دفننا أما صفوان مصطفى ذو الخمسة عشر ربيعا فلم يسلم هو الآخر من قهر داعش وقمعه لشباب تل عفر ومصائرهم إذ قاسى ظروف الاعتقال بحرقة على مستقبله بتهمة حيازته هاتفا خلويا والتخابرة مع القوات الأمنية العراقية كان موبايل ممنوح دواعج ما يخلون شي للموبايل جاء أخذ الأمنية على السجن على موضة الموبايل بالسجن دربونا حبسونا أربعة تيام ويا الروافت لا لا ما مسكون بلوشا ما مسكون؟ الآن نحن في الوادي ما هذا الوادي؟ الوادي اسمه عرلو عنطر يقولون ما عرفه بغادي ما هذا الوادي؟ يقتلون الناس ويضبون بها يرمون الناس ويرمون الناس ويرمون بها مخيمات الجدعى جنوبي الموصل مليئة بالنازحين الذين فروا من معاقل داعش في نينوى شمالي العراق بعد تحريرها وخلال العمليات العسكرية فجرى عزلها عن مراكز إيواء أخرى استقبلت عائلات مقاتلي داعش تجنبا لتصادم السكان ببعضهم فضلا عن كونهم ما زالوا خاضعين لإجراءات التحقيق والتدقيق الأمني تمهيدا لإعادتهم لحياتهم الطبيعية أهلا بكم من جديد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بناء على تسجيلات مصورة عمليات تعذيب وإعدام نسبتها إلى قوات سوريا الديمقراطية التقرير التالي والتفاصيل ويؤكد تقرير الشبكة السورية أن حصيلة ضحايا التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية ازدادت بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2016 وتنوحت أساليبها فيما نفت القوات الكردية طلوعها في أي حالة تعذيب في الأثناء كثفت قوات سوريا الديمقراطية قصفها المدفعي على أحياء مدينة الرق شمال البلاد حيث تركز القصف على مستشفى الرق الوطني ما تسبب بخروج معظم أقسامه عن العمل وقالت مصادر محلية أن أكثر من أربعين قذيفة أطلقتها مدفعية القوات الكردية على المستشفى ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أحياء عدة لسيما في المدينة القديمة وطار القصف الشارع أبو الهيس وسقطت قذائف بجانب مدرسة المأمون شرق مركز المدينة وقرب ساحة الساعة ما تسبب بسقوط قتلى وجرح من المدنيين اعتقل أفراد تنظيم داعش عشرات المدنيين خلال الأيام الماضية في المناطق التي يحتلها بمدينة دير الزور وأريافها بغرض تجنيدهم قصرا لخوض المعارك واعتقل التنظيم 23 شابا من أحية البصيرة ومدينة معدان أثناء محاولتهم الفرارة من المنطقة كما اعتقل عددا آخر من الشبان في الأحياء التي يحتلها داخل مدينة دير الزور ونقلهم إلى مدينة الميادين من أجل تجنيدهم إلى ذلك قال تقرير للأمم المتحدة إن النصف المحاصرين في مناطق احتلال داعش في الرقة هم من الأطفال ويبلغ عددهم حسب تقرير عشرة آلاف طفل يعانون من ظروف بلغة الصعوبة بينها غياب المرافق الحيوية إلى جانب معايشة القتال الدائر هناك بدوره دعا مستشار الشؤون الإنسانية للمبعوث الأممي إلى سوريا إلى تعليق القصف لفتح ممرات أمنة لإجلاء المحاصرين إلى وجهة أكثر أمنا القيادي بتنظيم داعش في ليبيا فوز العياط الذي تمكن مراسل أخبار الآن من لقائه في أحد سجون مدينة مصراتة كشف عن اللحظات الأخيرة لتنظيم في مدينة السرد مؤكدا أن المقاتلين عانوا من فقدان الطعام والحصار المطبق في الجيزة المعاناة أصبحت تزيد مسألة الأكل والشرب كانت مسألة ثقيلة جدا كان الأكل قليل جدا في فتراته بعد أيام ما تأكلش في البداية كان الأكل نقص تأكل مرة في اليوم بعد فترة أصبحنا حتى ما تحصلش متأكل حتى يوم أو يومين تمر بدون أكل عادي العياد كان المسؤول عن عقود الزواج والطلاق بالمحكمة الشرعية وتحدث عن تعاطي تنظيم داعش مع النساء نتابع بالنسبة للمهاجرات التي جاءت للتنظيم أصلا وهذهنا كلهم مسلمات برغبتها هذين يقضون في المظافات خاصات بهم في المسكوهم مع جماعة الهجرة غير الشرعية هذين التنظيم السرقا استرقا أصبح أن مملكات التنظيم ملك فهذين كانوا ينحطم في مظافات بروحهم باعتبارا غير مسلمات نعم باعتبارا غير مسلمات فهذين كانوا ليتصرف فيهم مكتب الوالي حتى مركز الهدود الحجرة ما هوش مشرف عليهم هذين كان مكتب الوالي وأمير المدينة اللي هو أبو أنور هم اللي يتصرفوا في الأمر فهذين فترة من الزمن وبعدين وزعوه بملك اليمين فلان تعطى لفلان يكون هو ملكها ملك اليمين تكون عندها جارية فهي كان التعامل معه تحرك هارفي أقوى إعصار يشتاح ولاية تكساس الأمريكية مد أكثر من خمسين عاما ببطء فوق اليابسة فهطلت أمطار غزيرة يتوقع أن تتسبب في سيول كارثية بعدما ضرب الساحل برياح عاتية بلغت سرعتها أكثر من مئتي كيلو متر في الساعة وقال المركز الوطني الأمريكي للأعصير إن الإعصار ضعف أكثر وهو يتحرك عبر جنوب تكساس وبات على وشكي أن يتحول لعصفة استوائية مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير أعلن الرئيس دونالد ترامف في تغريدة له وبناء على طلب حاكم تكساس حالة الطوارئ الطبيعية في ولاية تكساس في خطوة لمواجهة الإعصار هارفي الذي يقترب من ساحل الولاية يتيح هذا الإجراء لتكساس الاستفادة من إمكانات الحكومة الفيدرالية للتعامل مع الإعصار الذي سيبدأ في اجتياح المنطقة الساحلية خلال الساعات القادمة وستصحبه فيضانات كبيرة وازدادت شدة الإعصار هارفي عصر الجمعة لينتقل إلى الدرجة الرابعة على مقياس الأعصير مع اقترابه من ساحل تكساس وفقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعصير وبدأت عمليات إجلاء السكان في مدن عدة من ولاية تكساس المهددة بفيضانات مدمرة مع اقتراب وصول الإعصار الذي تتعزز قوته ويمكن أن يتحول إلى إعصار كبير مع وصوله اليابسة وغادر آلاف المواطنين مناطقهم بالفعل صباح الجمعة وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس تونال ترامب سيسافر إلى تكساس مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة تطورات الإعصار في الولاية ويكتم ملايين المواطنين أنفاسهم خشية ما قد يخلفه الإعصار من أضرار في الأيام القادمة وسط توقعات بحدوث فيضانات يسببها هطول مستمر للأمطار ورياح تصل سرعتها إلى نحو 200 كم في الساعة وقال خبراء الأرصاد أن الإعصار سيكون أشرص ما شهدته الولايات المتحدة خلال أكثر من 12 عاماً ووصفوه بالعصفة المهددة للحياة والتي تشكل خطراً كبيراً وأنه سيتوغل في تكساس على مسافة تزيد عن 161 كم عن الساحل ويسبب فيضانات في العديد من المقاطعات وذكر مركز الإعصار الوطني الجمعة أن فيضانات مدمرة تشكل خطراً على حياة الناس قد تقعوا بالقرب من ساحل الخليج المكسيكي بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف ومن المتوقع أن يصل معدل تساقط الأمطار إلى 97 سنتمتراً في أجزاء من ولاية تكساس وإلى ما بين 25 إلى 38 سنتمتراً في ولاية الويزيانا وأصدرت مدن عدة في تكساس الخميس أوامر بالإخلاء من بينها مدينة بورتلند وبورت أرانساس الساحليتين في وقت حض عمدة مدينة كوربوس كريستي التي تضم نحو 300 ألف نسماء السكان على مغادرة المدينة وأكدت شبكة CNN أن رفوف بعض المحلات ومنها وولمارت نفذت سريعاً من المواد أهلاً بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية التي عنونت جوجل تقدم خدمة للباحثين عن الاكتئاب تقدم جوجل خدمة جديدة للمستخدمين في الولايات المتحدة ممن يبحثون عن الاكتئاب على هواتفهم المحمولة تتيح إجراء اختبار لتحديد ما إذا كانوا يعانون منه ويعد مرض الاكتئاب حالة شائعة إلى حد ما فحوالي واحد من كل خمسة أمريكيين يعاني من الاكتئاب وفقاً للمنظمة الوطنية للأمراض العقلية إلى صحيفة الرأي الكويتية التي عنونت تركي وألماني يقطعان خمسة آلاف كيلو متراً على دراجتهما وصل صديقان أحدهما تركي والآخر ألماني إلى تركيا قدمين من ألمانيا بدراجتهما الهوائية في مسعى منهما للفت الانتباه إلى متانة علاقات الصداقة بين بلديهما وبدأت رحلة التركي وجاره الألماني من مدينة شتوتغارد وانتهت بولاية أرزنجان بعد أن قطع مسافة خمسة آلاف كيلو متر خلال مدة استغرقت خمسة أيام صحيفة الشرق الأوسط عنوانة جزار ألماني يبتكر مشروب الدجاج واللحم البقري ابتكر جزار ألماني طريقة جديدة لتناول اللحوم ألا وهي احتساؤها في صورة مشروب من داخل زجاجة بيد أنه يعترف بأن المشروب بنكهة الدجاج أو اللحم البقري لن يحظى بإعجاب الجميع واخترع الجزار الألماني ثلاثة أنواع من المشروبات بنكهة اللحوم يعتزم إطلاقها في السوق في سبتمبر أيلول المقبل إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت الأرجنتين تحتفل بالمهرجان السنوي لرقصة التانجو تخصص دولة الأرجنتين مهرجانا سنويا لرقصة التانجو في مدينة تاربس منذ عام 1998 ولا يزل هذا النوع من الرقص يجذب العديد من الشباب ومحبيه في جميع أنحاء العالم إلى الأرجنتين وتحديدا منطقة تاربس التي تعتبر العاصمة الثانية الصيفية لرقصة التانجو ويستمر مهرجان رقص التانجو في الأرجنتين حتى نهاية شهر أب أغسطس الحالي وإلى صحيفة الخليج التي عنونت اليوم فلسطينية تكرس حياتها لإنقاذ الكلاب تكرس الفلسطينية ديانا جورج حياتها لرعاية الكلاب البرية في ملجأ أقامته بمدينة بيت ساحور وأسست الديانا وهي في الأربعين من العمر قبل ثلاث سنوات جمعية الحيوان والبيئة ثم أقامت ملجأ مساحته ثمانين متر يتسع لأربعين كلبا من تلك التي تعطر عليها في حاجة للعناية واعتنى جمعيتها حتى الآن بمائتي كلب صغير ومائة وثلاثين كلب كبير هي واحدة من مئات الأطفال السوريين الذين حرموا من حقهم في الدراسة واللعب ثميرة طفلة من مدينة الحولة في ريف حمز تبلغ من العمر ست سنوات فقدت قدمها إثرى قصف من قبل قوات نظام الأسد تأمل طفلة استعادة حياتها الطبيعية والمشي واللعب مع أشقائها نتابع سميرة طفلة سورية من مدينة الحولة في ريف حمز لم تدرك بعد هذه الطفلة لماذا فقدت ساقها وأي جرم اقترفت حتى يتم استهدافها بقذيفة من قبل قوات النظام السوري نحن من منطقة الحولة بتعرف نزحنا منطقة رستان عندنا قصف كان كتير وعندنا ضعتنا محاصرين الحولة كلها محاصرة وجينا منطقة رستان خوفا من الضرب ومشان تريح حصابها سميران كنا قاعدين بالحولة من 3 سنين أحد الحواجز الضرب قذيفة جدت عندنا بباب الدار الصابة للولاد كلهم الحمد لله صعوبة الخفيل بس الإصابة الحظ الأكبر السميرة بترنا أجراء فقدت الطفلة ساقها بقذيفة وفقدت معه نطق وأصيبت بحالة هلع وخوف حاول الأب جاهدا مساعدة طفلته من خلال إيجاد طرف لها لكن كل محاولاته في الحصول على طرف خاص بابنته باءت بالفشل ما دفعه لطلب المساعدة من أحد الأصدقاء وحصل على طرف قام بإجراء بعض التعديلات عليه كي تتمكن طفلته من استخدامه واحد صاحب صاحبي قال لك عندي طرف لواحد جماعة عندهم طرف خيروا بركي بيعطوك يا والله كتر خيروا بحنا أعطونا طرف طرف مستعمل يعني التالف فوق ما هو اليمين ساميرا مغطو أجرس يسار صدنا نلزقوا بالزيق ونخيطوا خيوا ونعدلوا ونضطوا يعني تمشي فيه ولكن ما هذا المشي ساعة توقف طي ساعة تمشي يعني الطرف مويلة منظمة في السابق كانت تستخدم الطفلة كرسي لتنقل واللعب مع أشقائها ولكن بعد حصول وليدها على طرف مؤقت خفف قليلا من معاناة الطفلة ورسم البسمة على شفتيها وبدأت تلعب مع أشقائها وتتنقل في أرجاء المنزل ساميرا قدامة تنصاب كانت تفوت وتطلع محلها تلعب مع الأولاد ما في شيء بعد ما انضربت ساميرا والنترة تجرى البترة تجرى عصبت وصارت معها عقدة نفسية وصارت تقوم بالليل الصيح اجريك بعد كانت تحكي وتسوري فعين الله عليها بعد ما صابت ما بحد تحكي لا ايب لا لا تراقب والدتها تقوم بمساعدة والدها في احضار الماء عادت البسمة لشفاه هذه الطفلة تأمل المشي بسهولة تقف خلف الكاميرا لالتقاط بعض الصور كل ما تحلم به ساميرا ان تحصل على طرف خاص بها افضل من الحال والان الى جولة مع الاخبار الرياضية فاز الملاكم الامريكي فلويد مي وادر على الارلندي كونر مكريغر بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة من النزال العنيف امس السبت يحافظ على سجله المثالي وعزز مي وادر الذي عاد من الاعتزال خوض هذا النزال سجله المثالي ليحقق خمسين انتصارا ودون اي خسارة ويتفوق على الصورة الوزن الثقيل روكي مارسيانو الذي فاز تسعا واربعين مرة ولم يخسر او يتعدل عوض ليونال ميسي اضاعة ركلة جزاء في الشوط الاول بتسجله هدفين في الشوط الثاني ليقود برشلونة للفوز بهدفين مقابل لا شيء على الافس محققا العلامة الكاملة لفريقه بفوزه في اول مبارتين ضمن منافسات الدور الاسباني ووصل ميسي تحتيمه للارقام القياسية مع برشلونة حيث سجل ثلاثمائة وواحد وخمسين هدفا في الدور الاسباني قاد النجم الارجنتيني باولو دي بالا فريقه يوفينتوس حامل لقب الدور الايطالي لكرة القدم في المواسم الستة الماضية لتسجيل عودة مثيرة والفوز على مضيفه جانوا باربعة اهداف مقابل هدفين في المرحلة الثانية من المسابقة وتأخر يوفينتوس بهدفين في غضون سبع دقائق لكن الفريق انتفض وسجل اربعة اهداف بواقع هدفين في الشوط الاول ومثلهما في الشوط الثاني تمكن نادي باي ميونيخ من مواصلة انتصاراته بالدور الالماني بعد فوزه على فيردر بريمن بهدفين نظيفين في اطار الجولة الثانية من البوندسليغا ونجح فيردر بريمن في الصمود طوال الشوط الاول من المباراة دون ان تتلقى مرمعه اي اهداف طامحا في الخروج بنقطة ثمينة على ملعبه قبل ان نوديعكم اليكم تذكير بابرز العنوين بعد حسم المعركة عسكريا القوات العراقية تقترب من تحرير تلعفر بالكامل تعذيب واعدام خارج نطاق القانون رصد انتهاكات لقوات سوريا ديمقراطية في مدينة الرقة والاعصار هارفي يخلف قتيلا ودمرا وفيضانات ويهدد بسيول كارثية في ولاية تاكسس وصلنا الى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الالكتروني لما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد اقل من نصف ساعة في موجز للاخبار الى لقاء